الملك حمد بن عيسى الخليفة التي أرساها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى باتت وحة الأمن والأمان وبلد التعايش بين كافة الأديان والمعتقدات والمذاهب وقال سموه تمتلك مملكة البحرين تاريخا عريقا باعتبارها منارة للتأخي والتعايش والتسامح بين جميع الأديان والمذاهب التي كانت ولا زالت وستبقى تعيش على أرض المملكة كأسرة واحدة متحبة متعاونة متعاضدة بفضل ما زرعه جلالة الملك المفدى من مبادئ التماسك والتعايش الإنساني بين جميع منتسبي الأديان المختلفة التي ترى في مملكة البحرين المكان الآمن والمفضل لها لما توفره المملكة من مناخات بارزة وحرص دائم لنشر مبادئ السلام والمحبة مع الجميع والاحترام المتبادلة وتابع سموه دائما ما ترحب مملكة البحرين بالجميع على أرضها الطيبة منذ قرون طويلة وتفتح ذراعيها لاحتضان كافة الأديان والمذاهب وصى جهود المملكة ومبادراتها العالمية الرائدة التي تساهم في ترسيخ وتعزيز ثقافة التقارب والعيش المشترك والحوار بين الأديان لما فيه خير شعوب البشرية وأضافها اسم الشيخ ناصر نعيش في هذا التجمع الكبير وفي شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة والتسامح شكلا من أشكال دعم واهتمام مملكة البحرين ببث روح التسامح والتعايش في مجتمعاتها ونحن نجتمع اليوم أيضا في مكان مقدس احتضنا جمعا مباركا من أبناء الأديان والطوائف والمذاهب المختلفة وهو ما يعكس الوجه الحضاري عن البحرين وتاريخها التليد في نشر ثقافة الحوار والتسامح الديني والتزام نهج الوسطية والاعتدال من جانبها قالت رئيسة جمعية هذه هي البحرين بيتسي ماتيسون أن مملكة البحرين تعيش في أمن وأمان وتعايش بين جميع أبناء الأديان المختلفة وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بدلها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الذي جعل من المملكة نموذجا عالميا في التعايش السلمي بين الجميع ورسخ مبادئ الحوار الهادف حتى بادة المجتمع البحريني يعرف عنه الوسطية والاعتدال وحبه للجميع وأكدت ماتيسون الحرص على إقامة مثل هذه التجمعات بصورة مستمرة باعتبارها تجمعات مهمة تساهم في زراعة المحبة والسلام بين الجميع وتدعو رسالتها إلى التعايش والتسامح والاعتدال والجميع على أرض البحرين يعيش أجواء من الحرية في ممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية بكل حرية لا نظير لها في أي مكان بالعالم هذا وكان الحفله قد بدأ بعصف السلام الملكي لمملكة البحرين وكلمة ترحيبية ألقتها السيدة بيتسي ماتيسون ثم قيمت صلاة متعددة الأديان من أجل السلام بعدها نشيد السلام قدمتها جوقة الكاتدرائية ترجمة نانسي قنقر